علشان بتبني ندرس الزي ترانسورميشن لازم نلاقي العلاقات اللي بينه وبين الارلير ترانسورم زي احنا اخدناها زي البلاس ترانسورم زي الفورير ترانسورم اوكي فلو احنا اعتبر ان احنا عمدنا سامبل سيجنل عبارة عن حاجة بشكل ده كده ممكن طبعا نحط اي سامبل سيجنل بالفورم ده عبارة عن مجموعة كويفشنس اوكي اكس اوكي 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 ب الأضلاء تي اieux فى دلتا اوف تي مينس تي اوي اوكي. يعني معنى ان الانبكتوب بيساوي الرقم ده مضروف فى دلتافوشن موجودة عند الوقت اللي تي بتتساوي اين تي اوكي. فلوù احنا حابونا نحسب البلاس ترانسورم بتاع دايت.. بيبقى محضوط ال dibujoo هنا كده اوكي وبيبقى داخل فيه كل السميشن ده. بس هنلاقي ان البلاس ترانسفوميشن اوبريتور هو اساسا بيبص بس على تي بيبص على تايم بس. فمعنى كده يدخلوا من بره خالص كده يبقى موجود هنا حوالين الدلتا فونكشن دي. من التابل بتاع البلاس ترانسفومس هنعرف على طول ان احنا عندنا ان البلاس ترانسفوم بتاع دلتا اف تي منس ان تي اس هو عبارة عن اي تو دا منس ان اس في تي اس. اوكي? اس في اللي احنا فاكين كانت عبارة عن اس تاو تاو بتسوي ان تي اس. اوكي? فباسيكلي اللي احنا بنعمله دلوقتي عشان ندفاين زي ترانسفوميشن هنسمي زي بتسوي اي تو دا باور اس تي اس. اوكي? يعني الحاجة اللي موجودة هنا دي كده هنسميها ايه? هنسميها الزي. اوكي? لو عوضنا احنا بالكلام ده هنا دلوقتي هنلاقي ان زي ترانسفوميشن ديفايند كالاتي. ان هو دلوقتي بدل ما احنا بندفاين الزي ترانسفوميشن او بندفاين البلس ترانسفوميشن ان ترمز او او اكسبونانشل كده. اي تو دا مينس ان اس تي اس. لان اسمي كل الكلام ده عبارة عن زي تو دا مينس ان اوكي? ويبقى عندي الحاجة اللي بتطلع لي ازا فانشن اوف زي هسميها زي ترانسفوميشن. اوكي? فيبقى الشكل بتاعه عبارة عن نفس دي بالزبط بس هنا انا عوضت بالتعويضة دي. اوكي? فبقى عندي هنا دي زي تو دا مينس ان. اوكي? زي ما احنا شايفين هنا كده. زي ترانسفوميشن ازا لبلاس ترانسفوميشن. اوكي? بس انا بعمل بس التغيير الوحيد اللي هو بالشكل دا كده. عشان اخد في اعتباري ان السيجنال بتاعتي هي سامبولد. اوكي? عشان انا في السامبولد سيجنال اوكي? هلاقي عندي دي موجودة كتير. فباسيكي ككونفينيينس انا بحط دي بتساوي زي تو دا مينس ان. اوكي? عشان بعد كده احاول زي اللي بلاس ترانسفوميشن بتاعي اللي انا كنت احاسبه دا لبولينوميال ازا فونكشن اوف زي. اوكي? طيب احنا دلوقتي لو حبينا بقى نشوف الاس بلين هيروح فين في زي بلين? اوكي? يعني لو احنا بصلنا للديفنيشن بتاع الزي. الزي بتساوي اي تو دا اس تي اس. اوكي? والاس زي ما احنا انتفاعنا قبل كده بتساوي سيجما بلاس جي او ميجا. اوكي? فمعنى كده انها فيها جزء اه ريال وجي جزء كومبليكس. يعني ماجنيتيود ممكن اعتبر ان فيه ماجنيتيود وفيه فايز. اوكي? فالماجنيتيود بتاعي هو عبارة عن القيمة دي. والفايز بتاعي هو عبارة عن الحاجة اللي موجودة عندي فوق هنا دي. اوكي? فمعنى كده انا باتكلم على ان الزي ترانسورميشن هياخدلي اه باسيكلي الهول بلاين اللي موجودة عندي هنا ده. ويحولهولي هنا لماجنيتيود وفيه. الماجنيتيود هيعتمد اساسا على قيمة السيجما بتساوي كام? اوكي? والفايز يعتمد اساسا على قيمة الاميجا بتساوي كام? اوكي? وهلاقي هنا ان انا عندي اي قيمة في الليفت هاف سايد بتاع الاس بلاين هتروح لي هنا للينيت سيركل اللي موجودة عندي هنا في الجزء بتاع في الجزء بتاع زي بلاين. اوكي? عشان نسبة الكلام ده خلينا نفكر فيها كده مع بعض. لو انا عندي اي نقطة هنا مثلا في المكان اللي هو هنا دي على الأكسس بتاع الجي اوميجا. اوكي? النقطة دي بتاعها لو انا الامبيتيودة بيساوي اي. اوكي? اه هتروح لي هناك النحية التانية بتاعيه اللي هو السيجما بتاعتها بتساوي اي? اسف. اوكي? فلو السجما بتسوي A يبقى معنى كده تروح لي هنا من القيمة اللي موجودة عندي هنا E to the sigma TS فيبقى عندي القيمة اللي هنا دي هتبقى A to the sigma TS طب الفيز بيسوي كام لو أنا عندي الفيز هنا بيسوي 0 يبقى معنى كده هتروح للنقطة دي فالنقطة A دي هتروح للنقطة دي طب النقطة B النقطة B basicly السجما value بتاعتها هي A يعني ايه معنى ان هي على نفس يعني نفس المجنيتيوب بتاعي اللي هو E to the sigma TS يعني هتقع على دايرة الدايرة دي نص القطر بتاعها بيسوي A والفيز بتاعها بقى بدل مكان 0 زي A بقى J pi TS يعني الجزء اللي فوق ده بقى pi TS يعني الأوميجا بتاعتها عبارة عن pi على TS فمعنى كده اننا مثلا لو أكلم على pi على TS دي هلاقي ان هي النقطة دي اوكي لاننا basicly pi على TS في TS يبقى معنى كده pi يبقى معنى كده الانجل 180 درجة يبقى تبقى النقطة دي طب النقطة C النقطة C هيبقى minus J pi على TS minus J pi على TS معنى كده لما اضربها هنا في الجزء دوت minus J pi على TS في TS يبقى معنى كده تطلع في الاخر minus pi minus pi معنى امشي انجل هنا كده ناقص 180 درجة فيبقى النقطة B هي نفسها نقطة C فمعنى كده نحن basicly عندنا الجزء من اول J pi على TS لغاية minus J pi على TS في الجزء بتاع S plane بيروح لي basicly اللي هي السيركل اللي موجودة عندي هنا في الايه في الزي بلين اوكي وباسيكلي اي حاجة بعد كده غالبا احنا بقى بنلف تاني يعني لو انا مسلا فرضا انجل بتاعتي هنا twice pi على TS هتلاقي twice pi بقى معنى كده هرجع هنا تاني عند نقطة A يعني بمعنى كده هيبقى فيه طبعا زي ما احنا فاكرين عندنا في في السامبلين كان بيعملين ريبيتيشنز في الايه في frequency domain فالfrequency domain هنا ده جزء اللي هو الاصلي وبعد كده الباقي هيبقى ريبيتيشنز منه يعني في النحية دي وفي النحية دي في الجزء اللي هو ال positive والجزء ال negative اوكي فعمتها نلاقي ان هنا في جزء او البلين نفسه بتاع ال S plane بيروح تماما للايه لسيركل يوريد سيركل او اللي سيركل موجودة عندي في الايه في ال S plane في اللي في Z plane اوكي لو انا تخيلت عندي ان ال A دي بتساوي ال origin هي 0 لو النقطة دي 0 يبقى معنى كده دي يونت سيركل اوكي ليه لان هي عبارة عن E to the 0 T S اللي هي واحد كم ده بيساوي واحد فمعنى كده تبقى يونت سيركل يبقى النص الشمال اللي هو الموجودة عندي هنا ده ده كله بيمثلي اليونت سيركل الحاجة اللي inside ال unit سيركل دي طب ليه لو انا عندي نقطة هنا ليه تكون جوه ما تكونش برا يعني ليه نقطة اللي هنا تبقى جوه هنا الازرق اللي هنا ده ما تكونش هنا علشان انا عندي باسيكلي اي نقطة هنا لو فرضا افتردت النقطة دي 0 يبقى معنى كده النقطة دي negative لما يكون النقطة دي negative يبقى معنى كده القيمة اللي هنا هتبقى ايته the negative حاجة في T S اي حاجة بالشكل ده هي اقل من الواحد اوكي هتبقى اقل من الواحد اقل من الواحد معنى ان لازم تبقى within the unit circle لان بتيوب بتاعها او الماجن تيوب بتاعها هيبقى اقل من الواحد انما لو كانت هنا هتبقى برا حاجة positive في T S فالحاجة positive T S هتبقى اكيد اكبر من الا اكبر من الواحد اوكي فمعنى كده لازم تكون هنا برا فباسيكلي left half side بتاع ال S plane كله بيماب لل unit circle اللي موجود عندي في Z plane هناخد بقى formal definition زي ما احنا كنا بدايما بنعمل في كل transformation اذا شوفناها قبل كده احنا زي ما احنا بننتفق ان احنا بناخد formal definition وبعد كده عادتا بنستعمل table مع properties اوكي الحقيقة في Z transformation هنلاقي ان definition بتاعها من بسطه هنلاقي ان احنا ممكن action نسفيد به ان احنا نقدر نحسي به actual Z transformation وخاصاتها لما يكون عندنا فقناية support signal زي ما نشوف بعد شوية اوكي فيعني Z transformation يعتبر الى حد ما يعني definition بتاعه فعلا مهم في ان احنا بنحسب به حاجات كتيرة فعلا in practice لو انا بتكلم على حاجة ماسميها two sided Z transformation زي ما اتفقنا قبل كده في الجزء بتاع La plus transformation two sided يبقى معنا كده signal بتاعتي minus infinity infinity لو one sided يبقى من zero لغاية infinity عشان كده بنحط في one sided بنحط signal بتاعتنا بقى عن x of n few of n عشان ندي احاق ان احنا basicly لما يكون n اقل من الصفر دايما الايه دايما السيجنال بتاعتنا بتسوي صفر بس الفرق بين الاتنين فيه عندي هنا بدلا ما كنت بعمل summation minus infinity to infinity كنت بعمله هنا من zero وقات infinity وجوه بيبقى عندي x of n في z to the minus n طبعا زي ما احنا كنا شوفنا z transformation جاي ازاي من plus transformation اللي احنا فاكرين كان دايما بنكلم عن حاجة اسمها region of convergence وكان دايما دي حاجة اساسية جدا عشان نقدر نحسب لما بليه نحسب plus عشان نرجع تاني نحسب inverse تبقى محددة وتبقى معايا عشان نقدر نحسب inverse فنفس الحكاية هنا نتيجة لان الزي transformation هو عبارة عن محدود بشكل مختلف فمعنا كده لازم برضو هنا ندفين region of interest region of convergence دي هتبقى دفين في z plane ودي برضو بتحدد اذا كان الزي transformation موجود ولا مش موجود في الحالتين برضو الحالة اللي هي two sided وحالة اللي هين one side نجي نبص على region of convergence ونحاول نطلق لها expression كده لو انا بتكلم على ر o c موجودة ومعنى كده x of z بي exist لما ro c تبقى متحققها يبقى معنى كده المغنية tube x of z بي قال من infinity هحط expression x of z بي يساوي كام ونشوف ده في الاخر يوصلنا ال condition شكل عامل ازاي x of n دي اوك المغنية tube بتاعها مضروف في absolute value بتاع الا بتاع اللي هو z of n اوك والz of n يعني هم بتكلم على الاثنين مضروبين في بعض وباخد المغنية tube بتاعهم او المغنية بتاع summation بيبقى اقل من مجموعة absolute value بتاع الحاجات اللي جوه اوك دي جيالي من حاجة يبقى معنى كده اا لو انا خدت absolute دخلته جوه absolute value دخلتها جوه يبقى معنى كده summation ده اللي هو الاصلي ده اقل من او يساوي summation اللي بيبقى فيه هنا ايه absolute value ده دخل جوه اوك لان بفكر فيها كده لو انا عندي فرضا يعني summation ده كان برعا واحد ونقص واحد واحد ونقص واحد ماشي واحد ونقص واحد كده غير انفينيتي اوك يبقى معنى كده لو انا جمعت المجموع الاول وبعد كده اخذت absolute value هتطلع المجموع بصفر اوك يبقى معنى كده absolute value سيكون بصفر انما لو دخلت absolute value بتاعي جوه هيحصل ايه هبقى عندي summation واحد يعني واحد absolute value بتاع واحد هو واحد absolute value بتاع واحد هو واحد فمعنى كده اكين بجمع وحايت فدفنت لده يطلع اكبر من ده فاحنا باسيك عشان دخلنا absolute value دي جوه خلينا هنا فيه inequality اوك فباسيك لاندي دلوقتي الحاجة اللي جوه absolute value بتاع الحاجة اللي جوه براع absolute value بتاع x دي دي عبارة عن انا خدت الزي بتاعتي قلت ان لها magnitude ولها phase يعني قلت الزي دي عبارة عن r e to the j omega n اوك يعني خليت زي r e to the j omega كويس اعتبرت ان r دي عبارة عن e to the sigma ts لانا كنتشفتها قبل كده اوك والاميجا دي عبارة عن omega ts لانا كنتشفتها قبل كده اوك هيخليني ان انا اشوف الجزء اللي هو بتاع magnitude بس اللي هو فيه r لان phase ده في الاخر absolute value بتاعته او magnitude بتاعته دايما بتاعته احد اوك فمعنى كده ان الكلام ده بيساوي صميش بتاع absolute value x of n r of n اوك r دي هي r بتاعت z وده لازم يكون اقل من infinity هناخد بنا من ملاحظة صغيرة كده وهنكلم عليها بعد شوية ان احنا عندنا هنا لو حطينا r بتساوي صفر ايه هيحصل يعني عند origin عند النقطة اللي هي عند z بتساوي صفر ايه هيحصل z بتساوي صفر ومعنى كده r هيساوي صفر 0 to the minus n يعني معنى كده 1 على 0 plus n بتساوي كام infinity فهنلاقي دايما ان احنا عندنا مشكلة في الconvergence لما z بتاعتنا بتساوي صفر يعني دايما هنلاقي الـ convergence بتاعتنا موجودة عند كل الـ مثلا او عند كل مثلا ال whole z plane بس عند الجزء بس الوحيد اللي عند z بتساوي صفر ده مش موجود الconvergence مش موجود فدي ناخد بس ناخد بقى علشان بقى الانتاني يتكلم على الحاجات بشكل بقى براكتيكال بقى فحاجات نقدر نقول عليها ان هي الحاجات الموجودة في الدنيا هنعرف البول والزيروس البول بتاع z transformation هو عبارة عن complex value pk اللي عندها لو انا بحسب هنا احط z بتاعتي pk اوكي الاقي ان value بتاعت x تروح infinity يعني انا مثلا هنا لما بكلم على عندي z بتساوي zero اوكي لو انا حطيت هنا z بتساوي zero ايلا هيحصل لما حط هنا z بتساوي zero هلاقي ان القيمة بتاعت x z دي بتساوي كام بتساوي infinity يبقى معنى كده انا عندي definitely عندي poul عندي p بتساوي او pk بتساوي zero ناخد مثال على كده عشان نتخيل pouls والzero شكلهم ايه في الواقع لما ببص على المثال الاولاني دوت انا عندي x one of z بتساوي عبارة عن polynomial اوكي polynomial of z اوكي فلو بصيت على polynomial دي انا يعني عايز احسيب لها pouls والzero هل اقدر من pouls والzero انا اول حاجة pouls of z minus one يعني z minus one وz minus one plus 2 plus 3 عشان احسيب لها pouls والzero بتاعها لازم احول pouls تبقى polynomial of z اوكي فلو خدتها بالشك ده كده يبقى معنى كده انا اضرب فوق وتحت فاعلى order هنا ز to the power free يعني هنا يعني بحيث انها في الاخر كل الحاجات كل الائتم اللي فوق تبقى z ويبقى عندي تحت هنا فيه نفس الحاجة اضرب فوق وتحت لكي ما عملتش اي حاجة بالنسبة للإكوائش لو بسيت عليها بالشكل ده اقدر ان انا ابص على الجزء اللي فوق ده اطلع منه zero اشوف root بتاعت الpolynomial اللي فوق واضح جدا هنا ان انا عندي three poles يعني عندي z بتساوي zero عشان فيه عندي z to the power three تحت فمن هنا عطول اطلع البولز بتاعتي كلها عندي zero واحد اطلع زير بتاعت بتساوي كام بان انا فوق الpolynomial دي واطلع لها root بتاعت فالجزء الثاني طبعا هو خلي بالنا من حاجة ان عندنا نحول x one of z مهما كان شكلها نحول الpolynomial of z فوق numerator وpolynomial of z تحت denominator ونجيب root بتاعت الاولانية تبقى zeros والroot بتاعت التانية تبقى طيب في عندي المثال التاني ده وده المثال اللي احنا غاليما بيلاقي حاجات شكلها كده يعني دايما z transformation بتطلع في الاخر شكلها الفوق pollynomial تحت برضو pollynomial هنا function z minus one وتحت هنا function z minus one فاللي محتاج عمله اعلى order فوق بكام واضرب فيه بحيس ان انا يبقى عندي كل الدنيا فيها z ونفس الكلام بالنسبة لتحت كل الدنيا هيبقى برضو فيها z تحت اوكي وهضرب فوق تحت بنفس الحاجة طبعا لو عندي الorder بتاع فوق z three وين برضو نفس الكلام اعلى حاجة z minus three فلما اضرب هنا في z to the power three هضرب تحت z to the power three هتبقى كفاءة بالنسبة الاثنين لما يتحولوا لل ايه يتحولوا لل two يعني pollynomial of z فلما بعمل كده دلوقت لما هضرب هنا z to the power three وده تبقى 1 plus twice z وتحت هنا يبقى z دي هتبقى خلاص بقت 1 ولما دخل هنا z to the power two هتبقى عندي 1 plus square root of two z z z square فأطلع لي حاجة بالشكل كده برضو polynomial of z فوق polynomial of z تحت لما بحس بالroutes بتاعت فوق بطلع zeros ولما بحس بالroutes الارقام بتاعت الحاجات هي سهلة ممكن نطلعها كل حاجة بس عمتا انا بحاول بس ان احنا نبقى مركزين في الفكرة مش بنركز على ان احنا نحسب الحاجات دي ازاي لان احنا ابسط حاجة احنا لو احنا عايزين نحسب الroutes بتاعت polynomial نروح على math lab وندخل coefficients بتاعت polynomial بتاعتنا ولذا نطلع الroutes بتاعتها يعني حتى لو كانت polynomial اكبر من كده احنا بنركز على الفكرة وبعد في نعمل ايه وبعد كده الارقام وازاي نحل مسألة دي بعد كده ممكن لها طرق كتير الحقيقة نقدر نعمل طيب لما بتكلم بقى على particular types of signals عندنا كذا particular type كده هنتكلم عليهم اوكي non-causal اوكي وهنلاقي ان اليوم characteristics محددة كده لازم نحن نعرفها علشان تسهل علينا الحقيقة ونحن بنحل اوكي فبنتكلم على يعني لو انا عندي z transformation signal x of finite support من n0 n1 يعني هي اقل من n0 بتاوي 0 واكبر من n1 بتاوي 0 اوكي ان متعرف بين الاثنين دول يعني basically لو انا عملت z transformation هلقى ان هو عبره عن summation من n node لغاية n1 او n0 غاية n1 x of n z of n z to the minus n اقل من كده لو انا خدت n node minus one او n1 plus 1 هلقى ان هو مش هتفرق معي ان x of n ساعتها تبقى بتاوي 0 اوكي فلو انا عندي حاجة بالشكل ده كده طالما هي finite اذا معنا كده هتطلع لي polynomial زي اللي احنا شفنا في المسألة هي في example اللي فاتت الاولاني هتطلع لي polynomial of z minus one فنتأكد 100% ان احنا basic هتبقى يعني طالما هي polynomial بسيطة كده هلقى ان هي دائما بتconverge اوكي لو انا عندي الvalue دي مهما يعني x طالما هي function يعني عادية ما هي function فيها values بانفينيتي هلقى انها definitely اي finite summation من values بتاعتها هلقى انها definitely بتconverge وبتconverge في كل z plane مع عدد origin زي ما احنا كنا شفنا كده نحنا عند z minus one يعني z minus one z minus two z minus three وها كده 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 منضرب ز to the power كذا على ز to the power كذا ففي الاخر بيطلع علينا مجموعة من البولز عند z بتساوي zero فمعنى كده هم نتكلم على الحالة بتاعتنا في الوضع بتاعنا اللي هو في finite polynomial في z transformation انها بتconverge كل حتة يعني r c بتاعتنا هي z plane كله مع عدد origin اللي هو z بتساوي zero كمثال على كده لو انا قدت لك x n بتساوي واحد من zero لغاية 9 و zero otherwise فمعنى كده هنلاقي ان x of z بتاعتنا يعبار عن summation to the polynomial z to the minus n يعني هتبقى عبارة عن 1 z z minus 1 z z minus 2 z z minus 3 z 4 وهكذا لغاية يبقى معنى كده يبقى فيها 9 poles عند z بتساوي zero وملهاش اي zero خالص فمعنى كده نحن نتأكد 100% ان الفونكشن دي هي بس يعني توصل تبقى infinity عند z بتساوي zero بس مفيش اي قيمة تانية للz بتخليها توصل لها تبقى بتساوي ايه تساوي infinity طبعا احنا مش موجودة في ROC طب نحاول دلوقتي نجيب ROC بتاعت infinite support signals infinite support signals يمكن يبقى كذا نوع يام تكون causal معنى كده ان هي بتساوي zero لما ان اقل من zero يعني موجودة بس عند n positive اوكي لها قيم يعني non zero عند n positive anti causal معنى عكس causal معنى كده نحية لها قيم non zero بس لما تكون اقل من zero لما اكبر من zero بيبقى قيمتها بصفر او combination من الاثنين دول تبقى مجموعة من الاثنين دول يعني causal يعني جزء causal زائد جزء anti causal او يعني ممكن نقول عليها ان هي non causal اوكي فلو اتكلم عزيزي ترانسوم بتاع causal signal causal signal basicly احنا بنعمل نفس الحاجة اللي احنا عملناها قبل كده عشان ندرايف الشكل بتاع الروسي بتحسب ازاي فbasically بيعندنا بس الفرق ان احنا بيبتدي من n بتساوي صفر ان احنا عارفين ان هي قبل كده causal signal دي بتساوي صفر فلو احنا اعتبرنا ان احنا xc ديت اللي هي x causal signal بتاعتنا دي الريديوز بتاع الارجست بول بتاعها basicly r1 بنسميه r1 هنلاقي ان الكونديشن بتاعنا بتاع roc ان r بتاعتنا بتاع z بتاعنا يبقى اكبر من r1 يعني معنا كده وانحنا بصينا على الدوائر بتاعت الدايرة بتاعت z transformation هي unit circle هنلاقي ان عندي في ريديوز r1 ماهوش واحد بقى ممكن يكون واحد او غير واحد ال regional conversions بتاعتي اكبر من r1 اكبر من r1 اللي موجود عندنا يعني لو احنا بنتكلم مثلا على فرضا يعني بتكلم على final support signal واخنا خدناها بقى كحالة خاصة من هنا لو عندي final support signal وال final support signal دي زي ما احنا كنا شفنا قبل كده بيبقى لها pull عند 0 فمعنى كده لو احنا طبقنا condition ده عليها وكانت هي طبعا signal دي كانت causal causal معناها ان هي كلها عند n بتساوي 0 1 2 3 وكذا ما عنداش n من 0 هلاقي عندي ان في الحالة دي هيبقى عندي only pull بتاعنا هيبقى عندي 0 فمعنى كده r1 هتساوي 0 يبقى معنى region of convergence بتاعتنا هي كل z اكبر من 0 وهو ده فعلا اللي كان بيحصل عندنا في finite support signals طب لو هي anti causal بقى anti causal زي ما احنا اتفقنا كان هي نفس expression ده هو هو بس هيبقى عندي من n بتساوي minus infinity 0 فتلاقي condition اتعكس بقى هتلاقي كل الحاجة اللي عندنا اتعكست يعني بتكلم هنا على x anti causal بقى x a anti causal مش ببص فيها على largest pole لا ده نبص على smallest pole فالsmallest pole هو ده لا يحدد لي region of convergence ففي anti causal signals هنلاقي ان region of convergence هي ان radius بتاعي يبقى اقل من r2 اللي هو عبارة عن radius of the smallest pole بتاعي بتاع اللي هو x a anti causal signal فمعنى كده لما تكون causal هيبقى ال region convergence place اكبر من radius معين لما تكون anti causal هتبقى اقل من radius معين طب دلوقتي لو فرضا هي عبارة عن حاجة عبارة عن combination من اتنين دول او نقول علي non causal اي non causal signal نخلي عبارة يحصل long convergence يبقى لازم ال condition بتاعي يبقى combination من ال اتنين يعني هلاقي ان ال region convergence بسعتي هي عبارة عن حاجة يعني area of z اكبر من كذا وقال من كذا هنشوف الكلام ده في السلايد اللي جاي هتخيض الوقت يعني في المثال دوت ان عندي non causal signal عبارة عن causal اللي هو عبارة عن ده و condition بتاع non causal اللي هو anti causal اللي هو ده ان هو z اقل من كذا يبقى معنى كذا ان عندي abs value بتاع z بتاعي هي اجمل radius بتاع large pole بتاع causal signal واقل من smallest pole بتاع anti causal signal طبعا ده حاجة مهمة جدا نحن ناخد بقى منها مثلا يعني اقل من r1 يعني معنى كده ايه معنى كده انا بقول مثلا انا عايز z تبقى اكبر من 0.5 و اقل من 0.3 اوكي يبقى معنى كده ايه معنى كده ان مفيش اي z هتحقق لي الكلام يبقى معنى كده الكمبينيشن دي مش هتحقق لي اي الكمبينيشن في z plane فمعنى كده الكمبينيشن ده مش دايما يتحقق لان مش شرط ان دايما r2 تبقى اكبر من r1 فعشان نسمع رايز الكلام نحك من هذا كله causal signal has z ackber من r1 anti causal signal عند z a r2 لو انا عندي non causal signal هتبقى عبارة عن combination بالشكل ده عبارة عن مجموعة causal زائد anti causal signals يبقى معنى كده تبقى عبارة عن z اكبر من r1 لأو نفس condition بتاع causal part و z اقل من r2 لأو condition بتاع anti causal part ولازم طبعا ان احنا عندنا r2 تبقى اكبر من r1 عشان الكلام ده يتحقق وفي الحالات هيكون عندنا الشكل بتاع region of convergence شكل هيبقى حاجة زي torus كده حاجة زي عبارة عن حلقة كده موجودة عندنا في z plane ناخد مثال على الكلام ده find r or c of the z transform of the following signals في عندي x1 بتساوي 0 to the power n u of n في الحالة دي لو انا بسيت عليها كده دي مضروح view of n فمعنى كده اي قيمة اقل من الصفر للان هتلاقي ان القيمة بتاعت x of n بتساوي 0 فمعنى كده انها causal signal كويس لو انا جبت طبعا دي عندي عبارة عن متوالية دي متوالية لو انا حطيتها في z transformation دي متوالية عددية اوكي ان عندي هنا نص في z to the minus one اوكي فمعنى كده هتطلع في الاخر الواحد على point five 1 على 1 minus point five z minus one اوكي عشان احسب الpole zero تاني لازم عندي function فوق function تحت function في z مش function z minus one اوكي فمعنى كده هبص عليها لاندي هنا zero z تساوي zero وعندي هنا pole عندي point five الريجن convergence على طول اعرفها مش هي بقى ما اقول ان هي عند point five لا هي تبقى الريجن convergence هتبقى كل z values الاكبر من point five لان point five ده هو الpole الوحيد بمعنى كده هو largest pole by definition اوكي طيب لو انا عندي x2 بتساوي ناقص نص the power n u of minus n minus one لو انا بسيت على function بتاع u minus n دي عبارة عن unit step function بس يعني معكوس reflected فمعنى كده ان هي definitely anti-causal لان قيم بتاعت n اللي هي كلها positive هلاقي عندي u minus n minus one هتلاقي بتساوي صف فمعنى كده دي definitely anti-causal رحوطه بالشكل ده هيطلع almost نفس الفورم اللي احنا طلقناه هنا نفس الفورم اللي احنا طلقناه هنا دوت يبقى معنى كده عندي zero بتاعي بساوي zero والpole بتاعي 0 point five طب دي عندي مشكلة بقى انا عندي هنا anti-causal signal anti-causal signal ما بيبقاش definition بتاع z اكبر من لأ ز ز اقل من point five دي هي the only pole وهو smallest pole وهو نفس largest pole فايبقى ده condition بتاعي convergence X2 لو فرضا دلوقت انا بتكلم على ان انا يعني حبيت اجمعت two signal zero zero about عندي signal non causal عبارة عن x1 plus x2 لو انا عملت كده يبقى انا عندي condition بتاعي ان z اتحقق لنا الكلام ده مش نلاقي فمعنى كده ان لو انا حبيت اجمع الاثنين signal دول x1 plus x2 واحسب لهم z transform بتاعهم مش لاقي z transform z transform does not exist لان ROC بتاعته مفيش ROC تتحقق لنا يعني summation للاثنين دول ما يكونش بيسوي infinity نبتين اتكلم بقى properties اتكلم باهم two properties اللي هما linearity وconvolution طبعا احنا يعني افتكر كويس قوي ان احنا عندنا z transformation جاينا من laplus transformation عندنا z بتسوي e to the s ts وخلاص لو احنا اعتبرها ts بعد كده بنعتبرها بواحد هتبع برا e to the power s which يعني برضو رما نيجي بعد كده عايزين نريليت z transformation بال foray transformation من قون الاس بتسوي j omega فنقدر برضو نربط z transformation بال transformation في كل الاحوال احنا عندنا كل الحاجات اللي هنا نتكلم عليها في الاخر بتقول لنا z transformation هو basically هو عبارة عن s transformation او laplus transformation ما فيش اي اختلاف خالص فمعنى كده كل ال properties اللي كانت موجودة عندنا في laplus transformation هت apply برضو على z transformation من اول الحاجات هي linearity linearity طبعا معنى كده superposition بيتحقق يعني معنى كده لو انا خد z transformation بتاع a x of n زائد by of n هيطلع لنا عبارة عن a z اللي هو z transformation بتاع x of n زائد b في z transformation بتاع y of n اوكي يعني طبعا احنا يعني d يعني زي ما هكونا من كلمة قبل كده بتحقق لها superposition له عبارة عن scaling وال additivity نفس الكلام بالنسبة للconvolution بالزبط لو عندي y of n بتساوي x conv مع h زي ما كنا بنشوف في linear time invariant systems بتاعتنا لو احنا اخدنا z transformation بتاع y هتبقى هي عبارة عن z transformation بتاع x conv مع h هنلاقي انها في الاخر برضو domain هيبقى برضو برضو فانا هنا برضو اقدر اجيب transfer function بتاعتنا in terms of y of z over x of z اوكي فبكل بساطة لو انا عندي system linear time invariant بحتاج ان انا قيس ال output بتاع وال input معين وقدر اسم في الاخر z transformation بتاعت ال output على input عشان اقدر احصل على h z بتاعتي بتساوي من الحاجات اللي هي حالات خاصة لل z transformation لو انا عندي finite impulse response filter لو انا عندي finite impulse response filter definition بتاعه زي ما احنا كنا شفنا كان عبارة عن bk x of m minus k ده عبارة عن convolution بتاع bk dه عبارة عن coefficient بتاع الفلتر بتاعي وده عبارة عن يعني عبارة عن samples من signal بتاعتي discrete time بتاعتي فهنلاقي عندنا basically impulse response بتاعنا هنلاقي ان هو عبارة عن bk values الموجود عندي ده فمعنى كده لما اتكلم على bk values هي نفسها impulse response يبقى معنى كده خدت z transformation بتاعها هيطلع لي في الاخر هو عبارة عن z transformation بتاع ال coefficient بتاع bk ده هتطلع finite ويبقى معنى كده تطلع polynomial of z finite order وهتطلع انها طبعا ايه ال rc بتاعاتها هي عبارة عن z plane معادة z بتساوي 0 في عندنا برضو two properties بنسميهم initial value property وال final value property موجودين في z transformation ودول حقيقة جايين من definition الاساسي بتاع z transformation يعني في منتقل البساطة نحن ايضا نسبتهم او الوحدة اللي بنسمي initial value property بتقول ان x of 0 بتساوي limit بتاع x of z لما z بتروح لانفينيتي اوكي وال final value theorem بتقول او final value property بتقول ان limit بتاع x of n لما بتروح لانفينيتي اللي هي final value بتاعتنا بتساوي limit لما z minus one times x of z اوكي لما z بتروح لواحد اوكي خلينا نسبة الكلام دا لو انا خدت x of z بتاعتي اوكي x of z بتاعتي اوكي واخد دا limit لما z بتروح لانفينيتي الكلام دا عبارة عن limit بتاع لو انا حطي بقى definition بتاع z transformation هحط definition دا بقى x of z z power zero فبايد الحاجات تانية بقى هي اكبر من او تساوي الواحد كويس يعني هيبقى عندي هنا z minus one z minus two هكذا مضروبه في x one x two وهكذا اوكي فعندي x of zero بتاعتي دا هتبقى ايه هتبقى بارة الواحد دا مش مضروبه مضروبه في z to the power zero فكده كده zero to the power zero بتساوي واحد وبقية summation تاني عبارة عن x of n مقسومة على z to some power والsum power دي اكبر من او تساوي واحد لما اجي اخد المت لما z بتروح لانفينيتي يبقى معنى كده كل الحاجات اللي مقسومة على z كلها هتروح تبقى بصفر فمعنى كده كل الترم ده هيبقى بصفر يبقى معنى كده لما باخد المت هيبقى عندي القيمة بتاعتي هي برا عن x of 0 فدي كده الانشيال value theorem اوكي طيب لو انا بتكلم بقى على الحالة التانية اللي هي final value theorem هاخد z minus 1 واضرب اف x of z واخد المت لما z بتروح لواحد وشوف بتسوي كامل لو ضربت z minus 1 في x of z وحطيت الكلام ده في definition بتاعي بتاع z transformation بتاع x of z هلاقي عندي يعني هيبقى عندي z x of z 1 x z هي عبارة عن الكلام ده z في x of z هتبقى عبارة عن الكلام ده كويس هيبقى عندي هنا بدأ z minus n بقى z minus n plus 1 اوكي الكلام ده هاخده كده عبارة عن x of n يعني اخد z زيادة ده واخد ها بقى وطبقى بالشكل ده كده واخد بقية الحاجات التانية عبارة عن summation من n بتساوي zero infinity x of n plus 1 minus x of n في z minus n اوكي الكلام ده يجي ازاي الكلام ده يجي ان انا باسيكلي الوقت اللي اعملتوا ان انا اخد الكيس بتاعتي اللي هي يعني حطيت في الفونكشن دي في الجزء الاولاني ده خدت يعني n خليتها n plus 1 وخدت n بتساوي zero برا خالص اوكي هبقى عندي هنا summation بتاعي ده يعني لما اخد n بتساوي n plus 1 هغير ال variable بتاعتي هنا هلاقي عندي في الاخر function form هنا بقى شابه function form هنا بس الفرق ان هنا بقى x n plus 1 اوكي لان الجزء z زيادة ده خلاص انا شيلته مع الايه مع x zero اللي كان في الاول اوكي في عندي summation ده زائد الجزء اللي في الاول خالص ده لما اجي بعد كده ابص على الكلام ده بقى اللي هو limit ده لما z بتروح لواحد هلاقي ان انا basically الجزء الاولي ده بقى بيساوي x zero الجزء اللي هنا ده اوكي ده برعا summation بتاع x plus 1 ناس x n من انا بتساوي zero infinity لو جينا فكينا بقى الصم ده هنلاقي برعا ايه x 1 ناس x zero زائد x of 2 ناس x 1 زائد x of 3 ناس x 2 وهكذا هنلاقي هنا عندي x 1 ناس x 1 x 2 و في عندي ناس x 2 و x 3 هيفضل كلام ده كله في الاخر يوصل لايه يوصل ان هو كل واحدة هتطير تاني يعني x zero هي موجودة و x 0 موجود هي الحاجة الوحيدة الفضلة هي x of infinity يعني بقية القيم التانية كلها هتبقى موجودة بايه يعني موجودة بالناجاتف بتاعها ففي الاخر القيمة لما بناخد المت بتاعنا لما زي بتسوي واحدة لأ ان القيمة بتاعتي بتروح للx at infinity بتسوي كام طيب احنا برضو زي ما عملنا قبل كده في plus transform وفي ال foray transform لو انا عندي two systems ورا بعض بالشكل ده كده بايسيكلي بقدر اقول ان هما ممكن هما يبقوا يعني يتاكسوا مكان بعض بدلا ما h1 في الاول h2 في بعد كده يبقى h2 بعد h1 اللي في الاخر ممكن ايكون اتنين يبقى h1 h2 دي جايلي من convulsion برضو ان لو h1 1 هنا ده h1 اللي هو impulse response بتاعي هنا و h2 m ممكن انا اقول h1 convulsion مع h2 هي بتساوي h2 convulsion مع h1 نفس الكلام لو انا كنت بعمل parallel summation لل two systems بيبقى عندي برضو ده x convulsion او مضروبه في h1 و x مضروبه في h2 يبقى معنى كده ان انا total بتاعهم او يعني لو انا حبيت اشوف هما الاثنين equivalents هلاقيهم باسيك مجموعة two transfer functions بتاعدي في z domain لو عندي شكل feedback اللي احنا بنشوف دايما في control اللي negative feedback system بشكل ده كده هلاقي عبارة عن h1 of z على 1 z h1 h2 او نفس الكلام نحن شفناه قبل كده في laplace transformation وبرضو بنشوف في laplace transformation ف z transformation مش مختلف عندهم خالص حقيقة في الجزء ده زي ما احنا كنا بنتكلم قبل كده على ان احنا ازاي بنحسب practically laplace transform وال foray transform كنا عادة بنعتمد على tables اوكي نعتمد على tables وعلى application بتاع properties اوكي نفس الكلام هنعمله هنا بالضبط عندنا table بتاع يعني احنا منتكلم هنا على الحاجات of interest بنسبة للي هي one sided z transform اللي هي من zero فنلاق ان احنا عندنا بالمنطقة البساطة عندنا delta of n u of n and u of n كله موجود عندنا ونقدر نعرف له زي transformation بتاع وشكله عامل زي مباشرة هنستعمل بقى functions of time اللي موجودة عندنا هنا دي نحاول نخلي ال input اللي جاي لنا او ال function اللي جاي لنا عبارة عن combination من مجموعة functions دي او نحاول نستعمل properties عشان نحول function بتاعتنا للوحدة من functions دي applied عليها ال property اللي عندنا عشان نحسب منها من جزء النحط الشمال ده زي transformation عامل ازاي او or c زي region of conversions او ال property تكلمنا على جزء منها بس في جزء تاني لسه ما تكلمناش عنه هتكلم علي دلوقتي حال basic كنا بنتكلم على linearity كلمنا عليها وكلمنا على convolution sum لما يكون عندنا time shifting causal احنا ههمنا causal اكتر من اي حاجة تانية هيبقى عندنا z to the minus n x z نفس ما كنا بنشوف قبل كده في الجزء بتاع plus transform كان e to the minus n في s طبعا عندنا هنا z هي عبارة e to the minus e to the plus s فمعنا كده احنا هنا على طول بتبقى z to the minus n ال non causal مش ههتم بيه قوي بسراحة بس هنا non causal ناخد في اعتبار ال initial conditions بعيدة فدي مش تهمنا قوي time reversal او reflection لما يكون عندي x of n وباعت x of minus n كويس هلاقي ان هي نفس x بتاعيتنا x of z بس بدلا ما حط z هحط z minus 1 يعني كل z موجودة عندنا تتحط z minus 1 لو انا بعمل multiplication by n بيعمل لي ناحية التانية طبعا نخلي بانا ان n هي time variable زي ما كنا فاكلي لابلكده كنا بنضرب في t كان بتعمل derivative في ناحية التانية فهنا نفس الكلام بالزبط لما بدرب في n x of n بتروح للناحية تانية minus z dx of z by dz n square يبقى معنى كده بعمل الكلام ده مرتين يعني هاخد derivative بتاع ده مرتين يعني هاخد derivative يعني يعني ده عمله derivative مرة كمان يعني ده اعتبر ده عبارة عن n في n x of n n x of n بتروح لده اوكي فلما اضرب فيها n كمان مرة يبقى اخد ده عمله derivative كمان مرة فهيطلع للشكل بتاع يعمل كده finite difference باسيكلي احنا عندنا ده عبارة عن x of n x of n n n n minus 1 الموجود عندنا n minus 1 جايلي من هنا على طول هي عبارة عن لو n ده بتساوي 1 يبقى معنى كده تبقى z minus 1 في x of z فمعنى ده تطلال على طول 1 minus z minus 1 x of z ننسى خالص اللي هي الحاجات اللي فيها initial condition z احنا اعتبر يعني كل الحاجة اللي هنكلم عليها most like من k لغاية n كي بتساوي 0 لغاية n ده يطلال x of z على 1 minus z minus 1 initial value and final value theorem تكلمنا عليهم ولقينا ان هي عبارة عن limit initial value بتبقى عبارة عن limit لما z بتروح ل infinity final value هي عبارة عن limit لما z بتقى 1 z minus 1 في x of z طب احنا دلوقتي حسابنا z transformation اوكي عايزين نحسب inverse transformation بقى بيساوي كما اوكي فعندنا كذا طريقة عندنا اكشو تلات طرق بالزبط نقدر نحسب بيهم اوكي غالبا في طريقتين اللي مستعملوا most common يعني في طريقة ما مستعمهاش كتير اول طريقة اللي هي الطريقة البسيطة خالص لما يكون عندي z transformation بتاعي of finite order او جايلي عبارة عن finite order polynomial يعني مثلا جايلي حاجة زي ما انا شايف ها في الاجزامبل ده كده عبارة عن 1 زي 2 z to the minus 10 زي 3 z to the minus 20 ده حاجة شكلها بسيطة وشكلها قدر منها على طول مباشرة كده by inspection او اطلع الان اطلع z transformation انا دي n هي x of n مضروف زي to the minus n يعني معنى كده او التخيل تبصتها الواحد دي دي هتبقى جايلي من اكس of 0 في زي to the minus zero او لان هي دي الحاجة الوحيدة اللي تدي واحد هنا زي to the minus 10 جايلي من n بتاعتي بتساو 10 يبقى معنى كده term ده عبارة x of 10 مضروف في زي to the minus 10 والterm ده برضو كالتالي x of 20 مضروف في زي to the minus 20 فهنا عطولها ستنتج ان السيجنل بتاعتي مباشرة by inspection هي عبارة delta of n يعني في عندي نقطة عند zero و 2 delta of n minus 10 اللي هي نقطة الهنا اللي بتمثل الجزء دوت وتلاتة delta of n minus 20 اللي بتمثل الجزء ده فهي basically polynomial coefficients بتاعتي اللي موجودة هي نفسها بالظبط بتبقى عبارة عن signal بتاعتي في n عبارة اي ودي الحقيقة ابسط طريقة لحساب inverse z transformation والحالة الخاصة اللي بيبقى فيها z transformation بتاع عبارة عن finite order polynomial يعني هنلاقي في f r filters الكلام ده هي apply هنلاقي على signal finite support برضو الكلام ده هي apply حاجات دي في غاية الاهمية وفي غاية البساطة في نفس الوقت يعني دي ميزة بتاع z transformation حقيقة وعشان كده احنا سيبنا transformation وروحنا عملنا change of variables علشان في الاخر يبقى عندنا z تبقى بسيطة وتسمح لنا لنعمل حاجة اللي بنعمل ها في الطريقة دي فهنا على طول لو عندي function بالشكل ده كده يبقى by inspection على طول دي عبارة النقطة t n بتساوي دي النقطة اللي عند n بتساوي 10 دي النقطة اللي عند n بتساوي 20 وبس كده that's it الطريقة التانية في الحساب بتاع inverse transformation transformation الحقيقة يعني مش دي الطريقة اللي بنستعمل دايما بس لازم نتكلم عليها علشان بردو يبقى عندنا فكرة عنها وهي بتعتمد على long division for rational functions given as b of z على a of z يعني basic لو عندي حاجة عن numerator عن den numerator بردو functions of z اللي بيحصل نحنا بنقسم two polynomials وعادة انتون طبعا بيتسومش على بعض فيحصل لنا الناتج بتاعنا هيتطلع لنا infinite order polynomial as a function of z و basic coefficients بلات البلونوميال دي هي نفسها ال inverse بالج يعني هنستعمل البلونوميال اللي لانا طلعتها دي ومنها اطلع ال coefficients بتاوي كام يعني فرضا على سبيل المثال عندي x of z بتسوي 1 زاد 1 زاد 2 z minus 1 لو انا اسمت دي على long division هتلاقي الكلام دا بيساوي 1 plus 2 z to minus 2 z minus 2 z squared z minus 2 z minus 2 to power 3 وهكذا لو بصيت على values بتاعت اللي انا حبيت بقى بص على الحاجات دي كبولينوميال زي ما بصيت عليها في finite order polynomial دا برعا قيمة x 6 وهكذا فمعنى كده اقدر اقول ان عندي x 0 1 وx 1 0 مفيش عندي هنا order z minus 1 x 2 ناقص 2 من هنا x 3 0 مفيش عندي هنا حاجة برضو order 0 power minus 3 x 4 هلاقي ان هي برعا minus 2 squared وهكذا فالحقيقة دي ممكن احنا بيها احنا بنعمل نفس الحاجة اللي عملنا في method number one بس الفرق هنا ان ال polynomial بتاعها تبقى infinite order فمعنى كده ان انا اقدر احسب منها اي عدد انا عايزه اي عدد من ال coefficient انا عايزه بس العيب بتاعها ان انا ما اقدرش اطلع closed form solution يعني closed form solution فانكشن كده محدودة تجيب لي complete inverse or inverse z transformation بيساوي اوكي فدي طبعا حاجة ما هياش advantageous يعني حاجة طبعا عيب اوكي فبالنسبة يعني الاستعمال بتاع الطريقة دي بتبقى useful only when interested to get a few initial values of x of n لو انا عايز اجيب مجموعة من initial values بس x يعني فرض لغاية infinity اوكي يبقى ساعتها ممكن نستعمل حاجة زي كده انما لو عايز اجيب كل values بعد x of n الطريقة دي مش حلوة الطريقة دي ما تعتبرش من الطرور الكويس اللي احنا نستعمالها عشان نقدر نحسب بها complete inverse z transformation او closed form solution inverse z transformation بتاع function طبعا عايزين بقى نحسب closed form solution ده نعمله ازاي بقى هنعمله بنفس الطريقة وبطريقة شبيهة للطريقة اللي احنا شفناها في la plus transform وهي الطريقة بتاعت partial fraction expansion دي الطريقة الرقم ثلاثة اللي هي partial fraction expansion ان انا باخد irrational function بتاعتي اللي هي عبارة عن n z على d z بحول بفك لتحت جزء اللي هو denumerator ده بحوله مجموعة من functions وبطريقة عمل expansion بالpartial fraction expansion بيبقى عندي في الاخر مجموعة من functions كده زي ما احنا شايفين وكل واحدة من دول احنا ممكن نجيبها من table مباشرة يعني function دي على طول لو احنا بصينا كده على table function دي مباشرة هتروح لل z على d z بنبتدي نفك d z ديت لمجموعة من مجموعة من poles وكي وبعد كده باسيكلي او مجموعة من الحدود اللي زي كده وكل واحدة فيهم تبقى ايما first order ايما second order حسب اللي ما قدر اعماله بقى وبعد كده بفك بعد كده بالpartial fraction expansion يبقى كل واحدة من دول function الوحدية وكل واحدة من دول لها شكل او لها مثيل في ال table فقدر على طول اجيب منها ايه اجيب على طول منها inverse z transformation بتاع من table بيساوي كما الحقيقة من استعمالات بتاعت z transformation ان هو مختص بالجزء بتاع discrete time signals ان انا بحلي بها difference equations ok difference equations هي المقابلة للdifferential equations موجودة عندي في continuous time signals ok فباسيكلي it's very similar to laplace transformation لما كنا منتكلم على differential equation لما كان عندي first derivative بضرة في s لما كان عندي second derivative s square وكذا طبعا زيما كنا منتكلم على الجزء في ال properties بتاع المقابلة على causal signals هي عندي x n minus capital n واندي طبعا integer هتتاوي في forward z transformation بتاعها يبقى عبارة عن z minus n x of n فباسيكلي لو انا عندي مجموعة من الحدود اللي زي كده عبارة عن x of n by different time shifts على ممكن احاولها في الاخر ل polynomial of z بال z transformation ودي تسهل علي جدا 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 في حساب برضو كالعادة لو انا كنت بتكلم على حاجة non-causal هيبقى عندي بقى في بعض الحاجات الليها يعني متابدة على initial conditions بتاعتي فمعنى كده هتكلم برضو على الحل بتاعها هيبقى عبارة عن zero state zero input responses كويس لو بتكلم على حاجة causal يبقى عادة بتكلم على حاجة لا zero initial conditions فبكلم على zero state response اللي هو جزء الاولاني دو ده يهمني على سبيل المثال لو انا خد السيجنال بتاعتي او خد difference equation بتاعتي عبارة عن الشكل اللي احنا شايفينه هنا دوت x m بتساوي u n y m y m minus 1 minus 0.25 y m minus 2 plus x n اوكي لو انا خدت السيجنال دي زيما هي كده او خدت difference equation دي زيما هي كده ممكن اجيب لها z transformation بتاعها يطلع لي بالشكل اللي انا شايف هنا ده كده اوكي دي هتبقى عبارة عن y z z z minus 1 y z z z z z z z z انا اخد بقى كل terms اللي فيها y ودي ناحية التانية ويبقى عندي بالشكل ده في z واقدر منها اجيب من ال equation دي انا عايز احسب y z بيتساوي كام ده الحل بتاعي لان انا عارف x z already عارف ال input بتاعي ده بيتساوي كام ف x z دي على طول مت table اقدر احطها اوكي اقبرا عن 1 على 1 minus z minus 1 ومطلوب مني بعد كده بقى ان انا اخد الترم اللي هو الكل اللي موجود عندي هنا ده اعمل بقى اعمل طريقة ال inverse z transformation اللي انا افضلها او اللي تبقى شكلها مناسبة يعني ومنها اجيب بقى في الاخر final solution بتاعي بيساوي كام طبعا الحل ده في منتهى البساطة وخاصة ان عندي هنا لو احنا شايفين كده ده recursive system recursive كل values انما لما حلتها بz transformation بتاعي اللي جالي هنا ده closed solution يعني عند اي n حتى حطيت n بمئة مليون مسلا اي قيمة ال n راح سيب ها من الا اي من expression ده واجيب y n بتاعتها بتساوي كام اوكي فدي تورينا ان احنا فعلا بz transformation نحصل على closed form solution مش بس نحل دي عشان نحصل على value او اتنين في الاول يعني مجموعة من values في الاول كالعادة بتحط شوية problems كده suggested الناس تبص عليها علشان بيبقى فيها concept لطيفة جدا بتفهم بعض الحاجات اللي كانت في المحاضرة زي transformation زي ما كنت بقول يعتبر حاجة مهمة جدا في وان دي سين بروسس سين كورس هلأ ابردو لأ applications بتاعدنا ان احنا نفهم DSP systems بشكل اوضح